اليوم في العلوم جاء ما يصد عنها وهي فرصة وهي الوسائل الحديثة اليوم بالغ طلبة العلم في رؤية وسائل التواصل الجديدة من تويتر ولا يوتيوب أو ما أدري إيش ولا يرون في القنوات إلى متى؟ خذ منها قدر الحاجة لكن العلم هو الأساس وإلا ترى تفقد العلم شيئا فشيئا فكيف إذا صار عليك حجمة متنوعة من كل جهة وأنت الآن من بحر في بحر من بر في بر تضيع في الصحراء وهذه المجال أنت الآن مثلا تويتر تكلم أمام حركة ناس بملايين البشر في العالم تروح تتبع كلها العالم كيف؟ هذا ما يليه حتى من ناحية السمت ولا من ناحية المروعة الواحد ما يتتبع ناس عنده جنبه فكيف روح يتتبع في هذه التواصل أمم من الناس جنبه بعيدين عنه؟ لا يليه إلا لقدر الحاجة لنصرة الدين أما لمجرد الأنس فهذا ليس أنسا مشروعا في ملاحقة كلام الناس إلا فيما فيه فائدة فإذا كان تعود هذه على علم الرجل بالتأثير أو بالضعف أو على عبادته أو تعبده أو خشيته هذا مصيبة أخرى يجب أن يرعوي بسببها والله أحد